أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر أن فيروس كورونا اجتاح بيوت المحافظة وقرار إعادة فرض حضرة جوال ما عاد نافعا وقال المحافظ في مؤتمر صحفي أن قرار حضرة جوال أو العزل العام في هذه المرحلة الحالية لن تنفعنا بشيء لأن الوباء قد اجتاح البيوت والمساكن بعدما كان مقتصرا على الأزقة وطرقات وأضاف أنه لا يجد منزل في محافظة السليمانية لم يسجل فيه إصابة بفيروس كورونا مبين أن هذه المرحلة تتطلب نشر الوعي بين الناس وتعزيز الخدمات الصحية وأشار المحافظة إلى أن ارتفاع معدل الوفيات في المحافظة جراء الفيروس يعود إلى إقبال المصابين من باقي مناطق إقليم كردستان والعراق وحتى إيران على العلاج في السليمانية